اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام اهلا وسهلا ايضا بجمهورنا العربي اينما كنتم اليوم من برنامج بيت الكل موضوع جدا مهم نتحدث اليوم عن التضليل الاعلامي التي قامت وما زالت تقوم به اسرائيل ضد الحرب غزة اليوم نتحدث اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي عادل محمود اسعد مساكي اعطيك العافية سيدي مساء الخير لك ولجميع المشاهدين اينما كانوا نعم اليوم نتحدث عن مصطلح التضليل الاعلامي ما تقوم به دولة الكيان الصهيون ضد الحرب على غزة بالبداية نتعرف على مفهوم التضليل الاعلامي يعني ما جرى هو ماكنة اشتغلت على ما يسمى تمرير بنك الاهداف ووضعوا الجميع في موضوع تشتيت عن الاهداف الحقيقية بمعنى قالوا للدفاع عن النفس ما بعد 7 اكتوبر وتم ابادة شعب كاملا التضليل يعني والاعلامي المقصود فيه هو تكون اهداف حولك تضلل عنها اليوم هذا الاستغفال الذي تم من قبل الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل ونجحوا بسرعة تم تمرير ما تريده اسرائيل وامريكا والجميع يتخبط يقول بنك الاهداف غامض بما فيهم مسؤولين وغير مسؤولين وشعوب الى الان كم هائل من المحطات والاعلام والمحللين والساسة الى الان لم احد يتحدث ما هي الاهداف الحقيقية لذلك تم استغفال الجميع وسيذهبون ايضا الى البحر الاحمر باب المندب تحت هذا الغطاء ما يسمى التضليل الاعلامي لكن هو استغفال يعني سيتم مواجهة تحالف كبير للحوتي وايضا سيتم العسكرة في البحر الاحمر وهذا تموضع عسكري جديد تحت مضلة ان هناك جماعة خارج القانون طيب اسرائيل كانت خارج القانون في حرف غزة لماذا لم يكن هناك تحالف او اصطفاف دولي للايقاف ليس فقط الحرب تمرير المساعدات لذلك ما تم تمريره في بدء الحرب ونجح في الحقيقة يعني حين بثوا موضوع الارقام المشكوك بها من القتلى قطع الرؤوس إلى آخره من الإساءات إلى حركة حماس لتعامل الأسرة هذا الأمر أنا من وجهة نظر يكرر في ملفات أخرى صحيح يعني هو أستاذ عادل يعني هي العقلية الصهيونية اعتادت على تزوير الحقاق ومنذ اليوم الأول من نهاي الحرب كان هناك الكثير من الصور والفيديوهات المفبركة تحديدا نتحدث عن الاستراتيجية العقلية الصهيونية في تبركة الحقيقة يعني الجديد أن الراعي للحرب وهو الولايات المتحدة الأمريكية تقود الأمر سياسيا وعسكريا وحتى علاميا جرت العادة أمريكا تكون واضحة في أهدافها لا تلجأ إلى الاستغفال تضع دول بعينها يعني نحن نموذج غزة كان هناك دول بعينها ليس على اطلاع ما يجري من الخطة وتدعيات الخطة لذلك إسرائيل استغلت هذا المناخ فيما يسمى التأثير الإعلامي في موضوع ليس على الداخل فقط الغربي أيضا على شعوب المنطقة ودول المنطقة لا أحد يصل من خلال استخدام هذه الماكنة الإعلامية مثلا تم الحديث عن تأثير الرأي العام الإسرائيلي من وضوع الرهان في الحقيقة ذهبوا إلى السيناريو الآخر الحرب بعد الهدنة ولم يؤثر الرأي العام نحن في حرب في حرب نفسية وغير نفسية مثلا سيناريو أن الجميع في إسرائيل يختلفوا على موضوع نترياهو أن الحرب ستتوقف من قال لهم إسرائيل في الدولة العميقة هؤلاء كلهم على قلب واحد في الحرب من كل الشخصيات في كميرة الحرب هؤلاء الشركاء وليس نترياهو فقط لذلك تم تمرير أن الاقتصاد الإسرائيلي ينهار أن الرأي العام نتيجة الرهائم أن هناك هؤلاء بعد الحرب تجدهم فرقاء لذلك نجحت الماكنة الإعلامية في تمرير الحقائق والجميع يتلقى من الإعلام الأمريكي والإسرائيلي هنا الخطأ السراتيجي الذي وقعت به النخب لذلك تم تأثير حتى على الرأي العام العربي ننتظر من الآخرين أنت تتحدث مع عدو الشرس استطفى محو المجتمع الدولي في صمته على الجرام الإبادة الرعي للولايات المتحدة الأمريكية في كل أدواتها السياسية والعسكرية إلى الآن فشلت لم تحقق حصاد سياسي عسكري علينا التركيز أيضا أن صمود حماس يعني أفشل أيضا مشاريع كثيرة اليوم نحن نتحدث عن ولكن هذا الرأي العام اليوم بينشوف ببعض الحقائق الموجودة قد تغير 180 درجة ما بعد الرواية الإسرائيلي الأمريكية في بداية الحرب يا سيدي تغير الرأي الأمريكي هو تأثيرات الدول الوازنة في المجتمع الدولي وتعديدا الاتحاد الأوروبي الجميع استطف ولا لديه أيضا علم من الدول الوازنة مثلا نموذجا فرنسا أنا أرجح أنها ليس على اطلاع بما يجي ببداية الخطة يعني ماكرون كان آخر الرؤوسة الذين جاءوا نحن نتحدث عن فقدان التوازن في المجتمع الدولي والعلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد الفيتو لاحظنا ولم يركز الإعلام العربي على هذه النقطة خرج بيان نيوزلندي استرالي كندي هام جدا لوقف اطلاق النار في غزة لم يأخذ صدا ثم دول أوروبية 15 دولة لموضوع الهجمات المستوطنين في الضفة الغربي الدول المتأرجحة في الدول الوازنة في المجتمع الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية لذلك بعد الفيتو شهدنا رسائل مشفرة من بايدن ومرت مروره الكرام في الإعلام العربي مثلا حين تحدث وذكر الإسرائيليين بموضوع أفغانستان أن لا تتورطوا في الحرب البرية كما نحن في أفغانستان أن نتياه في وضع صعب أن يجب تغيير الحكومة هذه لم يقرأها وتفق الشفرة للتأثير على الرأي العام ليس العربي حتى الدولي هذه الإشارات منها تغيير الموقف الأمريكي ربما نشهد خلال الأيام القادمة نوع من الإيجابية في مجلس الأمين تجاه المساعدات لغزة نعم يسأل عادل بعض النشاطات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي الحديث اليوم عن أنها دولة معتدى عليها ولكن هذه المغلوطات وهذه الأخبار الزائفة تحديدا والتصرفات التي شفناها بالفترة الأخيرة أنها دولة معتدى عليها هذا الموضوع قانونيا وأيضا احترام المهنة الإعلامية داخل الكيانة يعني في الحقيقة هي دولة أينما اتجهت الجميع يعني يعني يرى أمريكا لا تريد أن ترى أنها دولة احتلال هؤلاء أصحاب أرض يعني التركيز ما يسمى التشويش الإعلامي على الدول أو شعوب في الغرب أن ما حصل لحماس كما ذكر المندوب الأمريكي يذكر الدول أن ما جرى في 7 أكتوبر لو جرى في دولكم هذا يجهل الملف الفلسطيني أو يتعمد للتأثير على المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن أن حماس كأنها مجموعة إرهابية هي دولة إسرائيل محتلة ويوجد مقاومة لذلك سقطت الأقنعة وسقطت كل أدوات الإعلام بعدما تأثر الرأي العام الدولي وتكشفت لديه أن ما جرى بعد 7 أكتوبر من حياكة وصياغة مبررات استمرار الإبادة وهو السجن نحن نتحدث عن محرقة حاولت أمريكا وغير أمريكا إسرائيل وغيرها التأثير وأغلاق الملف منذ البدء بعدم لكنها فضحت ما هي اقتدادات هذا نقول الفضيحة الإعلامية اليوم لا نتحدث عن تأثيرها على الشعب الأمريكي ومنالك التواصل الاجتماعي لم يعد الدول التي تهجن شعوبها الحقائق تظهر الخروج في الشوارع الدولية من واشنطن بريطانيا هذا لم يأتي من فراغ صحيح نحن في الشرق الأوسط لا يوجد تأثير هذا الشعوب على القرار لكن في الغرب له تأثير الحرور تتوقف نتيجة ضغوط هذه الشعوب من هذه المطافة تحدث عن رقيق العام لكن سيدي نأخذ نماذج اليوم نتحدث عن إسرائيل استخدمت بعض الخوارزميات وأيضا استخدمت بعض منصات التواصل الاجتماعي وأيضا ذكال الاصطناعي في تحريف الحقيقة اليوم في تضليل المعلومة لكل الرأي العام والناس يا سيدي إلى متى نحن نتحدث اليوم أن جوتيريش يعني رأس الأمم المتحدة نجأ إلى بند تسعة وتسعين لأن الأمور خرجت عن طوله يعني أقرجوه عن طوله اليوم نتحدث عن رأي عام نتيجة هذا الحصار هذا الإبادة الجوع قد تصبح غزة غير موجودة لا تصلح للحياة قد نستفيق على هذا السيناريو السيئ طبعا نحن نتحدث عن ماكنات إعلامية اشتغلت لكنها لا تنجح الماكنات الإعلامية هي هي من بدأت الحرب في 7 أكتوبر هي تعمل الآن على نفس الدرب ونفس الطريق ونفس السقوط نحن في الشباك الإعلامي الإسرائيلي والمريكي ولم تنجح لأن نجحوا في تمرير أهدافهم يعني نحن نعطي نموذجا بسط الأمور على المشاهدين نموذج 7 أكتوبر حين اشتغلوا على موضوع من أجل الدفاع عن نفس وذهب الغرب في كل والعالم واستنكرات على ما حصل في 7 أكتوبر نحن نتحدث عن تضليل مختلف عن الاستغفال التضليل لك أهداف وتضلل يعني معلومة لكن بين كل الأهداف تم استغفاله من حين نموذج 7 أكتوبر ولاحقا القضاء على حماس والسلطة ما بعد السلطة واللقات التي عطيت من بايدن هذا كل استغفال اللا تأجزئ الأرض هناك شمال غزة نموذج أنا أتحدث بين السياسة والإعلام التصريحات الأمريكية الإضطرابات الأمريكية أدخلوا الجميع في الحيطان يعني كيربي يتصرح شي البنتاجون شي الخارجية شي بايدن شي لذلك تم تشتيت عن بنك الأهداف الحقيقي تم ما يسمى التفريغ السكان في شمال غزة ولديهم خطة واضح الجانب الإسرائي لديه خطة والولايات المتحدة الأمريكية استخدمت إعلامياً غزة ذريعة للذهاب إلى الحرب الإقليمية وبدأت بعد تشكل التحالف البحري ما يسمى حارس الازدهار والجميع ينتظر الآن إلى ماذا ستقول موضوع باب المندب وغيره لذلك أنا من وجهة نظري إلى الآن ناجح الخطط في كل الجبهات إعلامياً من جهة أمريكا وإسرائيل في تشتيت الرأي العام عن الأهداف الحقيقية إلى الآن فرق ما بين الاستقبال والتظليم نعم أستاذ عدل نتحدث اليوم أيضاً عن خطاب جهات ملك عبدالله الثاني إلى الآخر وعرف كيف يخاطب الآخر ويقنع وأيضاً يضع النقاط على الحروف واليوم نتحدث عن الحقيقة على أرض الواقع اليوم ماذا أسهم في تغيير الرأي العام خطاب جهات ملك عبدالله الثاني يعني نعطي القضية الفلسطينية كنموذج ككل صحيح قبيل حرب غزة كان له كلمة واضحة أنا أتحدث عن قضية الفلسطينية بشكل عام قبل حرب غزة كانت له كلمة في الجمعية لأمم المتحدة نعم حذر برسالة واضحة وغير واضحة مباشرة وغير مباشرة أن تريدون سلام جديد والنار تحت الرماد هذه كانت هامة جداً يعني إن لم تذهبوا إلى حل سياسي يعني الحلول الأمنية العسكرية فشلت وكرر ذلك في خطاب القاهرة أنا أريد تسلسلي أقول لك خطوة خطوة كيف كان الملك استباقي في قمة القاهرة ذكرهم أن الحلول الأمنية والعسكرية لن توفر لإسرائيل لا الاستقرار ولا السلام ثم التحذيرات في القمة العربية الإسلامية وكانت رسالة للجانب الإسلامي والعربي نعم أن التصعيد الإقليمي سيدر بموضوع الأمن والسلم العالمي ثم جاء جوتيرش لاحقاً وتحدث من خلال بندذ لذاك الملك كان استباقي أنا أقصد موضوع السلم العالمي والإقليمي جاء جوتيرش يستخدم البند 99 اليوم إن عادوا إلى التصريحات الملكية وهي كانت تحذيرات وليس رسائل اليوم ماذا يجري في باب المندب إذا تم إغلاقه اقتصادياً هل تتحمل اقتصادية العالم بعد أوكرانيا يعني قبلها كورونا اليوم نتحدث عن صراع إقليمي بحري لا نعرف إلى أين سيقول الأمور اليوم القلق مثلاً إن نقول الأردن وتصدى لهذا الأمر أنا من وجهة نظري وتحدثت كثيراً في التلفزيون الأردني أن سيناريو التهجير لنضعه خلفنا لأنه تصدت الدبلوماسية الأردنية والمصرية لذلك سنشهد الأيام القادمة مواقف متوحدة مصرية أردنية على الصعيدة القطاب الرسمي في نفذ الصبر على ما يجري في غزة ما يجري في غزة يعني الجانب المصري والأردني وأيضاً العربي والدولي اليوم التحذيرات الملكية انتقطت الإشارات وتم ملامستها مع الواقع يعني نحن تحدث عن أرض الواقع ماذا يجري في كل الجبهات الشمال إسرائيل باب المندب تشكيل تحالف خلفه حرب نعم إذن في نهاية المطاف حين أشار الإسرائيل والأمريكان حين ذهبوا للهدن ومحاولات تجزئة الحل السياسي في القضية الفلسطينية نعم الملك يقول لا نريد تجزئة غزة لا نريد فصل الضفة عن موضوع غزة يتحدث أن حل الدولتين بشكل أو بآخر إن بقيت الحلول الأمنية والسياسية ستفشل مرة أخرى ويقصد أن يدير هذه الحرب بمعنى لابد من حل الدولتين باب لمدخل إلى ما يسمى سلام تعيش لكن الكراهية وقال موضوع التصنيف القلعة عقلية القلعة هؤلاء لا يردون سلام العقلية التي تستخدم الإبادة ويغلقون على أنفسهم وعلى أهدافهم الاستراتيجية لذلك إسرائيل لا تريد حل دولتين ولا رصب حدود لأنها لديها آمال في التوسع صحيح لذلك الملك يحاول بين الفترة والأخرى يوجه انتقادات للمجتمع الدولي لماذا؟ ورسائل ورسائل مباشر اليوم بدأت بشكل أباخر ملامح ما يسمى الخطط الأمريكية المختلفة عن غزة وهي الإقليم والصراعات والفوضى وهذا عم يحصل على أرض الواقع إلى أي ستقول هذه النرارة المتطائرة بناية المطاب القضية الفلسطينية إن ذهبوا إلى الضفة الغربية وهناك رفض أوروبي أمريكي دولي خطوط حمراء من سيضمن نتنياهو أن لا يذهب إلى سيناريو مثلا جنين أو نابس وتفريغ السكان كما حصل في شمال غزة لذلك الأردن أنا من وجهة نظري أعلن الخطوط الحمراء لموضوع التهجير وأيضا اجتياح الضفة الغربية وعدم تقديم المساعدات سريعا لأن الإشارة الملكية أن سقوط المؤسسات الأممية في تقديم مساعدات مساعدات في غزة هذا لا يقل عن القصف والقتال لأن هناك جانب مظلم مظلم جدا في غزة لا تعرف كيف الناس تشرب الماء هنا يقول جريمة حرب الملك في رسالته إلى الفلسطينيين في الذكرى السنوية الرسالة الملكية واضحة كان يشير إلى من اختبأ خلف الهدن وهم إسرائيل وغيرها في الصور هم من ارتكبوا وازالوا الماء والكهرباء يعتبر جريمة حرب مستمرة لذلك عادوا بعد الهدنة ولو عدنا إلى الخطاب في الرسالة الملكية إلى الفلسطين ما تم بعد الهدنة هو يجد التضليل بالتضليل وهي ما تقوم به إسرائيل أي أن هناك منشورات نموذج منشورات على كافة منصات التواصل الاجتماعي تم حذفها ما يقارب مليون سبعمائة ألف منشور تم حذفهم اليوم أتحدث عن دور الإعلام العربي في إثبات هذه الحقيقة على أرض الواقع يعني للأمانة أنا من وجهة نظري أثبت الإعلام الرسمي الحكومي في بدء الأزمة وهذا نموذج يسجل مثلا للتلفزيون الأردني المصري كانت الحكومات والإعلام في مقدمة الشعوب وهذا هام جدا حتى لا يخطف الإعلام الغربي والإسرائيلي الشعوب في موضوع الطابور الخامس بمعنى اليوم من أسير الإعلام التواصل الاجتماعي؟ نعم جيل الشباب وهذا مهم اليوم تقافة كل ما يأتي على التواصل الاجتماعي يذهب سريعا إلى التصديق حين تصدت الحكومات والقنوات الإعلامية وفتحت هذا المجال والفضاء وهذا هام جدا تطور هام مناسب للحدث وحجم الحدث نحن نخوض حرب دبلوماسية وسياسية وحتى عسكرية يعني على أرض الواقع عدو سنى قانون جديد وهو الاستغفال وليس التضليل الإعلامي لذلك يجب بشكل أو بآخر الذهاب إلى المصدر الحقيقي وهو الدولة حقيقة هام جدا وعدم تلقي الرسائل أو التواصل الاجتماعي من غير المصادر الحقيقية نحن في حالة سيناريو مفتوح لا نعرف أنه يؤدي نعم أستاذ عدل محمود شكرا لك أهلا وسهلا شكرا لك سيدي شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك